السلام عليكم حبابي اعملين ايه معاكم قناة ايوم مليكة رشاد بفتز جديد انهاردة هنعمل معاكم الجبنة طحفة جدا يا جماعة ويلا بقى نشوف مام هتعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا جماعة طبق طبق يكون بلاستيك يكون ألمونيا استلس المهم يكون ناشف خالص ونحط فيه اللبن اللبن ما ينفعش المعلب لازما يجي اللي هو من عند الالبان او من عند الفلاحين معنا ثلاثة كله لبن كده انا مغلتهمش ولا عملت فيهم حاجة بجيبهم على طول وفضيهم في الطبق وهقعدهم يومين مبغليهمش ولا اي حاجة بحطهم في مكان وما حدش يقرب لهم وبحط عليهم بحط عليهم شاشة يا جماعة وبقعدهم يومين لمدة يومين يطلعوا بقى كده بالشكل ده انا دلوقتي كده هطلع من عليهم القشطة الوش بتاعهم على قشطة القشطة دي بقى تنفع تتاكل مع حلاوة طحنية مع عسل تنفع تتعمل سمنة بلدي احنا هنحواشها ان شاء الله ونعملها مع بعض سمنة بلدي باشيل كده الوش بالراحة كده هو فاصل منه من اللبن يعني فاصل عن الجبنة شوف ما شاء الله بكل سهولة كده بطلع اشيل كده باب المعلقة اشيل كده كل القشطة وبعد كده يا جماعة هسخن الفرن وهطفيه وهحط الطبق في الفرن شوف ما شاء الله القشطة طلعت كتير ازاي هحط بقى الطبقة في الفرن انا مسخن الفرن وطفيه دلوقتي جبت حصيرة الحصيرة دي بتتباع في السوق بعشرة جنيه يعني رخيصة ومتوفرة في كل الاسواق ممكن تعملوها في شاشة لو الحصيرة دي مش متوفرة عندكم او في مصفة يكون العيون بتاعتها صغيرة نحط بقى كده الجبنة والشرشي يا جماعة اللي بينزلم الجبنة ما بيترميش بيتعين جبن بوفين وبيتزة اي معجنات قرص دلوقتي هنزل بنزل كده بقى الشرشي منع ما شاء الله حط لها الملح بتاعها حسب بقى الملح اللي انتو بتحطوه بقى المي بقى كده هلم الحصيرة على بعضها بنزل كده كده بقى الملح بحرك الملح عشان الملح يبقى فيها كلها كده هنزل الشرشي كله لازم نعمل كده في الحصيرة شرشي اللي بينزل منها يا جماعة ده ما بيترميش زي ما قلتلكم بيتعمل منه قرص فينه بسيبها بقى كده المدة ساعتين تلاتة يوم يعني اعملها بالليل واسيبها للصبح او اعملها الصبح واسيبها للليل بينزل بقى كل الشرشي منها شوفوا ما شاء الله عاملة ازاي بقى القطع كده ما شاء الله هقطعها بقى بالسكينة موفرة بقى في البيت وعلى ايدك وانت ضمنا نظافتها حاجة انت عاملها لأديكي وماشاء الله قطعت معنا شوية كتر هون تلاتة كيلو لبن وماشاء الله عامليني ازاي والقشطة كمان ما تنسوش تعملونا سبسكرايب اتفعلو الجرس تعملو لايك للفيديو